اشتركوا في القناة سمات هذا العصر ثم بعد ذلك بدأنا في دراسة نموذج طبيقي لهذا الأدب في ذلك العصر وهو نص وصية أم لابنتها نكمل أبناء العزاء اليوم هذا النص وهذه الوصية لنتعرف كيف كانت أمامة بنت الحارس الشيباني أم حكيمة أرادت لابنتها أن تحيا حياة سعيدة مع زوجها فوسطها بهذه الوصية الوصية أبناء العزاء نريد أن نسترجع ما قمنا بدراسته في الحلقة السابقة الوصية أبناء العزاء هي قول حكيم صادر من إنسان عرف الحياة خبير بها يريد أن يوصي بها إنسان يحبه أو يريد له الخير فالوصية أبناء كما قلنا صادرة من أم لمن؟ لابنتها فهي توصي ابنتها بوصايا لكي تحيا حياة سعيدة وننتقل أبناء إلى تكملة هذه الوصية لنتعرف على بقية الوصايا والنصاح نسترجع معا ما بدأناه لكي نكمل هذه الوصايا وصية أم لابنتها أبنائي نذكر بمعنى كلمة وصية فالوصية هي عبارة عن قول حكيم صادر من إنسان خبير بالحياة وبطبائع البشر يقدم فيها الموصي خلاصة تجاربه الحياتية لمن يحب من أهله وزويه وأصدقائي أو يقدمها كذلك الحاكم لشعبه لينتفعوا بهذه الوصية في حياتهم القادمة ويغلب زما تحدثنا وقلنا أبنائي على اسلوب الوصية السجر كاتبة الوصية أبنائي هي أمامة بنت الحارس الشيباني زوجة عوف ابن محلم اتصفت برجاحة العقل وسدادة الرأي وقوة البيان وهي خبيرة بالحياة الزوجية وقد وضعت لابنتها أم إياس دستور الحياة عند زفافيها إلى عمر ابن حجر أمير كيندا كما أنها أديبة بارعة تميل إلى الإقناع فهي تذكر النصيحة وتبين سببها مناسبة الوصية كما قلنا أمامة وصي ابنتها لكي تحيى حياة سعيدة بوصايا قيمة أول الوصية ابنائي أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن مرأة سغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدت حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء لرجال خلقن ولهن خلق أرجال هذه هي المقدمة التي بدأتها أمامة بنت الحارس لكي توصي ابنتها فهي أرادت أن تستميل ابنتها وأرادت أن توضح لها أهمية الوصية وتبين الهدف من هذه الوصية فلو أردنا أن نتحدث ابناء عن هذه الجزئية نقول أنها بدأت بتمهيد وتهياءة نفس ابنتها لقبول النصيحة فأثنت على أدبها وامتدحت عقلها وأخبرتها أن الوصية ليست لنقصان في الأدب وإنما هي تنبيه وتذكرة وإرشاد وإن الزواج طبيعة وضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها فهي أرادت في هذه الجزئية أبنائي أن توضح لنا الهدف من هذه الوصية أن الهدف من الوصية هي تذكرة وتنبيه وأرشاد وأرادت أن توضح كذلك بعضا من صفات ابنتها التي أرادت بها أن تمهد لها وتستميلها لكي تقبل بهذه الوصية فهي وصفت ابنتها في هذه الفقرة ابنائي بالأدب الزائد وحسن الخلق والعقل الراجح السديد ثم بيانت كما وضحنا الهدف من الوصية وهي أن الوصية تذكرة للناس وتنبيه للغافل ومعونة للعاقل على أن يستزيد مما هو أفضل وأحسن لكي ينتفع وينفع فيما يدور من أمور حياته ومعيشته فهي تريد أن تنفع ابنتها في أمور معاشها ومعادها وتنفر مما يدور لكي تهيئها لتكون زوجة صالحة ناجحة بدأت كذلك أمامة وصيتها ببراعة استهلال نعم حيث أنها بدأت في تهيئة ابنتها لتلقي الوصية وأكدت على أن الزواج ضرورة طبيعية وحتمية لا يمكن الاستغناء عنه فقد أثنت أمامة في بداية الوصية على أدب ابنتها وامتدحت عقلها وأخبرتها أن الوصية ليست لنقصان في الأدب وإنما هي تنبيه وتذكير وإرشاد الفقرة الثانية ابناء بدأت فيها الأم بتهيئة ابنتها لكي تقوم بقبول هذه الوصية والنصاح حيث بدأت بأي بنية أنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لن تعرفي وقرين لم تعرفيه فاحفظي له خصالا عشرا يكن لكي زخرا في هذه الفقرة ابنائي أرادت الموصية الأم أن تعبر لابنتها عن عفوا أهمية الانتقال من بيت الأب الذي وصفته في هذه الفقرة بالعش إلى بيت الزوج الذي يعتبر بمثابة الوقرة وقد وضحت أن العش هو الذي يكون بين الأشجار فهو غير مستمر الحياة فيه حياة محدودة مدة منتهية سوف يأتي لها وقت وتنتهي إلى بيت الزوج الذي وصفته بالواقرة وهو المكان السابت فهي أرادت أن توضح أن حياتها في بيت أبيها حياة مؤقتة أما حياتها في بيت زوجها فهي حياة دائمة ولذلك لو أردنا أن نضع أبنائي سؤالا على هذه الفقرة ما الفقر بين الحياة في بيت الأسرة والحياة في بيت الزوجية كما وضحنا الحياة في بيت الأسرة حياة مؤقتة وقصيرة وقد تكون حياة خيالية من المسؤولية فيها تدليل من الأب وحنان دافق من الأم أما الحياة في بيت الزوجية فهي حياة مستمرة ممتدة طويلة تتحمل فيها الفتاة أعباء ومسؤوليات كثيرة الفقرة الثالثة أبني بدأت الأم في موضوع الوصية حيث بدأت في الوصايا ففي هذه الفقرة موضح لنا أربع من هذه الوصايا العشر التي تريد أن تخبر بها أمام ابنتها الوصية الأولى والثانية هي الخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة ورابعة فالتفقد لمواقع عيني وأنفي فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح في هذه الفقرة ابنائي أرادت أمامة بنت الحارس أن توضح لابنتها أربعا من الوصايا قد وضحتهم وجملتهم وأبنتهم لكم في التجمل بالقناعة واللين والترفق مع الزوج السمع والطاعة العناية بحسن المظهر والتزين لزوجها فلا يراها إلا في أجمل مظاهرها الحرص على نظافتها في نفسها وفي بيتها هذه هي الوصايا والنصائح الأربع التي وردت في هذه الفقرة نكمل أبناء العزاء بقية هذه الوصايا من خلال الفقرة الرابعة أما الخامسة والسادسة فالتفقد الوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإراءاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير أما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لن تأمني غدره لو نظرنا يا ابناء إلى هذه الفقرة لوضح لنا بقية الوصايا التي بدأتها أمامة بنت الحارس ففي هذه الوصايا يوجد ست وصايا لو أردنا أن نوضح بعض مفردات هذه الفقرة لنكمل هذه النصائح كلمة الوقت هو مقدار من الزمن وجمع كلمة وقت أو قات كلمة منامه أي موضع نومه وتواتر بمعنى تتابع وتوالي وتلاحق ومضاد كلمة تواتر انقطاع كلمة الجوع بمعنى خلو المعدة من الطعام وهي المخمصة ومضادها الشبع كلمة ملهبة أي كل ما يسبب اللهب والألم والغضب وتنغيص بمعنى تاكدير ومضادها صفاء أما المغضبة فهو ما يسبب الغضب الاحتراس بمعنى المحافظة والتحفظ بماله أي ثروته ودراهمه وجمع كلمة مال أموال الإرعاء أي الرعاية والاهتمام ومقابلها الإهمال والترك حشمي أي خدمه وخاصته وجمع كلمة حشم أحشام وعياله أي أهل بيته والمفرد عيل أي كل ما يعال وملاك الأمر ابنه أي عماده وأساسه في المال حسن التقدير أي التفكر والتماهل والاتزان وفي العيال حسن التدبير أي التنظيم والقيام على شؤون البيت فلا تعصين له أمرا أي لا ترفضي له طلبا أي لا عدم الطاعة والأمر هنا المقصود به كما وضحنا هو الطلب ولا تفشين أي لا تبوحي وتزيعي وتنشري سرا قد أخبركي به وسر أبنائي مضادها العلن وجمع كلمة سر أسرار خالفت أمره أي خرجت عن أمره ورفضت طلبه أو غرت صدره أي ملأت صدره وحملت صدره حقدا عليك والصدر هنا المقصود به أبنائي هو القلب وجمع كلمة صدر هو صدور وإن أفشيتي أفشيتي أي أزعتي ونشرت لن تأمني أي لم تطمئني وتخافي غدره أي خيانته والمضاد الإخلاص لو نظرنا لو نظرنا أبنائي إلى هذه الفقرة لواجدنا أنها تحمل بقية النصاع في النصيحة الخامسة حرصت الأم على أن توضح لابنتها أنها يجب أن تكون حريصة على راحة في نومه لأن القلق وقت النوم يثير الغضب كذلك أرادت لابنتها أن تهتم وتعتني بإعداد طعامه في وقته المناسب لأن الجوع يسير الأعصاب ويؤدي إلى الغضب كذلك نصحت بالمحافظة على مال الزوج بالتوسط في النفقة أي بعدم الإسراف ولا البخل فيجب عليها أن تحافظ على ماله فتهتم به وتدبر في الإنفاق من هذا المال أما الوصية والنصيحة السامنة أبنائي فهي نصحتها برعاية أبنائه وخدمه حيث بيّنت أن تدبير وتنظيم أمرهم وبالنسبة لي عيالي يجب أن تربيهم تربية حسنة وتهتم بهم وكذلك تهتم برعاية خدمه بإرشادهم وتوجيههم أما النصيحة التاسعة فقد طلبت منها أن تطيع طلبه فعندما يأمرها بشيء يجب عليها أن تفعله فلا ترفض له طلبا وكذلك والوصية العاشرة أبنائي نصحتها بأن لا تنشر أسرار بيتها وبيت زوجها حتى ولو غضبت منه فإنها إن عصيت أمره ولم تنفذ طلبه أو إنها إن أفشت سره وأزاعته فإنه فإنها بذلك تملأ قلب زوجها غضبا وكرها وحقدا عليها وبالتالي فهي لن تأمن غدره أو إحداث الأزى بها هذه هي الوصايا أبناء العزاء التي أرادت أمام بنت الحارس أن توضحها لابنتها في هذا النص فقد أكملنا أبناء الوصايا التي بدأناها في الحلقة السابقة وكما وضحنا أن الوصايا في هذه الحلقة احتوت على الحرص على راحته في نومه الحرص على وقت طعامه وشرابه الحرص على ماله والمحافظة عليه بالتدبير وعدم الإنفاق ببزخ أو عدم البخل كذلك أرادت لها أن تكون حريصة على تربية أبنائها تربية سليمة وعلى توجيه الخدم خاصة زوجها توجيها سليما ثم بعد ذلك نصحتها بعدم عصيان طلب أراده منها أو عدم إفشاء سرا قد أباح أو قد قاله لها لكي لا يغغر صدره ويؤدي هذا الأمر إلى الحقد وإلحاق الأزى بها تعالوا أبنائنا لكي نكمل مظاهر الجمال في هذه الجزئية التي بدأناها لا تفشي ولا تاصي أساليب نهل وكما وضحنا قبل ذلك أبناء العزاء أن الأسلوب النهل هو أحد الأساليب الإنشائية فالأسلوب الإنشائية أبنائي له خمس أنواع إما أمر أو نهل أو استفهام أو نداء أو تمني هذه الأساليب أبنائي تسمى أساليب إنشائية وكل من هذه الأساليب أبنائي لها أغراض ولها هدف والغرض والهدف يظهر من خلال الفقرة ومن خلال العبارة فعندما تقول الأم لابنتها لا تفشي فهي تنهاها عن شيء والغرض من هذا النهي أبنائي هو النصيحة فلو أردنا أن نقول في كلمة لا تفشي ولا تعصي نجد إنها أساليب نهل والغرض منها النصحة والإرشاد كذلك أبنائي من أساليب التوكيد الواردة في الفقرة عبارة إن تواتر الجوع ملهبة لو نظرنا يا أبنائي لو وجدنا أن هذا الأسلوب مؤكد بإن كذلك أبنائي التفقد لوقت منامه وطعامه في هذه العبارة كناية والكناية أبنائي معناها أن الكناية نوع من الألوان البيانية يأتي لكي يبين إما صفة أو موصوف أو نسبة فالكناية أبنائي هو الإتيان بالمعنى ولكن نقصد المعنى الآخر الذي ورعه فعندما نقول التفقد لوقت منامه ووقت طعامه الكناية هنا هو الحرص على راحة زوجها وراحة زوجها تكون في الاهتمام بوقتي الطعام ووقت النوم والكناية أبنائي من الألوان البيانية التي يكون لها هدف وهو الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل فقد أتت بالمعنى وهو الحرص على راحة زوجها والدليل على ذلك يكون في التفقد والاهتمام بوقتي الطعام ووقت الشراب فالتفقد لوقت منامه وطعامه كناية عن الحرص على الراحة وسير جمال الكناية كما بينا هو الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل كلمة صدريه نجد أن كلمة صدريه أبنائي لم يقصد بها الصدر بذاتي ولكن أراد أن يوضح بكلمة صدريه أي قلبه فكلمة صدريه مجاز مرسل عن القلب والمجاز كذلك أبنائي العزاء هو نوع من الألوان البيانية وله العديد من العلاقات فكلمة مجاز صدريه مجاز المرسل عن القلب علاقته المحلية أي أن الصدر هو محل ومكان القلب فقد ذكر المكان وأراد من بداخله وهذا هو المجاز المرسل بأنواعه المتعددة فكلمة صدريه أي قلبه فهو مجاز مرسل علاقته محلية أي قصد القلب وذكر المكان الذي يوجد به القلب وسر جمال المجاز أبناء العزاء هو الدقة في اختيار العلاقة فالأديب أو الكاتب أو الشاعر عندما يأتي بالمجاز يكون دقيقا في اختيار علاقاته فالمجاز له العديد من العلاقات فعندما يختار علاقة من هذه العلاقات يكون قد أبان وأوضح وبين ماذا يقصد كذلك لو نظرنا يا ابناء إلى تواتر الجوع ملهبة نجد هناك تشبيه والتشبيه كما وضحنا أبناء العزاء هو لون من الألوان البيانية وهو يعقد علاقة والعلاقات والعلاقة هنا علاقة مشابهة مستخدما صفة وجدت في المشبه وإلحاقها في المشبه به وإلحاقها بالمشبه فلو نظرنا يا ابناء إلى الجوع ملهبة حيث قامت أمامة بنت الحارس بتشبيه الجوع باللهب وهذا يوحي بشدة الألم وسر جمال التشبيه أبناء العزاء هو التجسيم وفي كلمة تنغيص النوم مغضبة نجد أن هذه العبارة بها استعارة المكنية والاستعارة أبناء الأعزاء هي تشبيه ولكن حزف أحد طرفيه فلو قلنا أن التشبيه لا بد من وجود المشبه والمشبه به الركنين الأساسيين ففي الاستعارة التشبيه حزف منه طرف فإن حزفنا المشبه به فهو استعارة مكنية وإن قمنا بحزف المشبه فهو استعارة تصريحية ففي كلمة تنغيص النوم مغضبة استعارة مكنية حيث صور النوم وكأنه ماء يكدر فلو أردنا أن نوضح هذه الاستعارة لقلنا شبه النوم فالنوم هو المشبه الذي وجد في هذه الفقرة بماء ولم يذكر كلمة الماء ولكن أتى بصفة من صفاتها فهو حزف المشبه به وصرح بصفة من صفات المشبه به وهو التكدير أي التعكير والذي يعكر ولا يكون صفرا هو الماء ففي هذه الاستعارة أبنائي استعارة مكنية حيث شبه النوم بماء يعكر ويقدر وحزف المشبه به الماء وأتى بصفة من صفاته وهو التعكير والتكدير وهي استعارة مكنية وسر جمالها التجسيم كذلك أبناء العزاء في هذه الفقرة يكسر أو تكسر أمامة بنت الحارس من السجع وكما قلنا أن الوصية يكسر بها السجع فمثال السجع الذي جاء في هذه الوصية الاحتراش بماله والإرعاء على حشمه وعياله ففي هذه العبارة أبنائي نجد أن نهايات الجمل تتشابه وهذا ما يسمى بالسجع فالسجع أبنائي هو اتفاق فواصل الجمل أي نهايات الجمل وهذا السجع أبنائي يعطي جرسا موسيقيا لو انتقلنا أبناء العزاء إلى الخاتمة في هذه الوصية تقول أمامة ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما والكآبة بين يديه إن كان فرحا ففي هذه الجزئية أبنائي تريد أمامة بنت الحارس أن تشارك زوجها في حالته النفسية والوجدانية وحزرتها من عدم مشاركته في هذه الحالة لأنها بذلك تؤدي إلى الغضب الواقع من الزوج عليها لو نظرنا ضدها السرور والفرح والباجة وفرحا هي مسرورا وسعيدا لو نظرنا يا ابنائي تريد أمامة بنت الحارس في هذه الجزئية في هذه الخاتمة للوصية أن تحذر ابنتها من عدم مشاركة زوجها مشاركة وجدانية في مشاعره ففي عدم مراعاة مشاعر الزوج وبذلك بأن تفرح لفرح وتحزن لحزن فتواسيه إن كان حزينا وتفرح إن كان فرحا وهذا الأمر يؤدي إلى تقدير واحترام الزوج ولا طرق كثيرة على الزوج على الزوجة كشفها والعمل على تزبيتها لكي تحافظ على حياتها نجد أبنائي في الفقر السابقة كذلك مظهرا جماليا حيث أتت العبارة الأولى ثم إياكي والفرح بين يديه إن كان مهتما نجد أنها مقابلة وهناك مقابلة لي والكآبة بين يديه إن كان فرحا فالكآبة بين يديه إن كان فرحا مضاد للأولى وبذلك يكون بين الجملتين في هذه الفقرة يكون هناك مقابلة والمقابلة توضح المعنى وتؤكد بكده أبنائي نكون قد وضحنا الوصايا العشر التي أرادت أمامة بنت الحارس أن توضحها لابنتها عندما أرادت أن توصيها فقد مهدت لها وهيأت لها وبينت لها الهدف من هذه الوصية ثم بعد ذلك بعد أن رأت ابنتها مستعدة لقبول هذه الوصايا بدأت في سردها ووضحت لها الوصايا وأعقبت كل وصية بالسبب لهذه الوصية ولماذا هي تنصح بها ثم بعد ذلك ختمت وصيتها أبنائي بمراعاة الزوج مراعاة وجدانية في أحاسيسه حيث إن كان فرحا تفرح لفرحه وإن كان حزينا تحزن لحزن وتراعي مشاعره الوجدانية ننتقل أبنائي إلى توضيح عام لهذا النص وبيان التعليق العام لهذا النص فلو نظرنا يا أبنائي إلى من أي فنون النصر ذلك النصر كما وضحنا وقلنا يا أبنائي العزاء أن الأدب نوعان شعرا ونصرا والنصر أبنائي له فنون فمنه فن الوصاية والحكم وكذلك الأمثال وكذلك لو نظرنا لهذه الوصية لو وجدنا أن هذا الفن هو فن من فنون الوصاية والموصية في هذه العبارة أو في هذه الوصية نفسها هي الأم التي سيطرت عليها عاطفة الأمومة والحب الشديد لإبنتها والحرص على مصلحتها وإزداء وتقديم النصيحة لها لكي تحافظ على حياتها الزوجية وتعيش حياة سعيدة كذلك أبنائي تظهر الوصية تظهر الوصية لنا ملامح شخصية الأم فلو نظرنا إلى الموصية وهي أمامة بنت الحارس لو وجدناها إنسانة حكيمة مجربة مجربة خبيرة بشؤون المنزل تعرف دور المرأة في المجتمع وتهتم لأسرتها وهي لذلك توصي ابنتها محبة لهذه البنت ولزوجها ولكي تكون ابنتها في حياة سعيدة مع زوجها كذلك نرى من ملامح شخصية الأم أنها مسقفة فصيحة غنية بارعة في الصور والأخيلة لو سألنا أبنائي سؤالا عاما بماذا يجب أن يتصف الموصي ما هي الصفات التي يجب أن تكون في الإنسان الذي يريد أن يوصي يجب أن يتصف الموصي بالخبرة الطويلة والملاحظة الدقيقة والعقل الواعي والتفكير السليم وكذلك يجب أن يكون الموصي محركا له هو تقديم وصياه في مودة صادقة وحب عميق لمن يوصيه لو انتقلنا يا ابنائي إلى سؤال آخر قلة الخيال في الوصية ولماذا جاءت ببعض الصور الخيالية لو نظرنا يا ابنائي إلى الوصية لو وجدنا أن الوصية اعتمدت اعتمادا كليا على المحسنات البدعية وقلت فيها الصور الخيالية فالصور الخيالية قليلة لسبب أن هذه الوصية الغرض منها الإقناع وما دام الغرض الإقناع فلابد أن يكون الخيال قليل فقلت الخيال ابنائي لاعتماد أمامة بنت الحارس في وصيتها على الإقناع العقلي لابنتها فقد أرادت أن توضح لها أن الوصية مهمة والهدف منها وبينت هذه النصائح لذلك أرادت أمامة أن تعتمد على الإسارة العاطفية لأن الأمة الهدف من هذه النصائح والرشاد لهذه الوصية ولذلك قلت الصور الخيالية في الوصية إن وجدت فهي موجودة بقلة وهي موجودة لهدف توضيح فكرة معينة بكذا ابناء العزان قد أتممنا هذه الوصية تعالوا معنا لكي نتناول بعض أسئلة الكتاب المدرسي على هذه الوصية لكي نتعرف على كيفية الإجابة عليها وكيفية التفكر والتدبر عند الإجابة على الأسئلة تدربات من الكتاب المدرسي على هذا النص السؤال الأول أبنائي أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن مرأة استغنت عن الزوج الغنى أبويها وشدت حاجة هما إليها كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء لرجال خلق ولهن خلق أرجال السؤال الأول أبنائي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح وتصويب الخطأ الوصية قول حكيم من إنسان حكيم نعم أبنائي فهنا صح لأن الوصية تعرفها قول حكيم صادر من إنسان حكيم خبير بالحياة يريد أن يوصي بها من يحب من خصائص الوصية صدق العاطفة نعم فمن خصائص الوصية أبنائي يجب أن يكون الموصي أو الموصية صادق في عاطفته لأنه يريد الخير لمن يحب ويوجه له هذه الوصايا والنصائح فهنا العبارة صواب الأم الحكيمة تؤدي إلى مجتمع الناجح نعم أبنائي فالأم الحكيمة هي نصف المجتمع هي التي تكمل مع الرجل وتكمل معه نجاح المجتمع فالمرأة نصف المجتمع فهنا العبارة صواب تعالوا معنا لبعض اللغويات في هذه الفقرة فالسؤال يقول تخير الصواب مما بين القوسين كلمة النساء مفردها إنسية إنسانة إمرأة سيدة لو نظرنا أبنائي لكلمة النساء نجد أن مفردها ليس من لفظها فنجد كلمة النساء مفردها إمرأة فهو المفرد والمفرد هنا ليس من اللفظ كذلك كلمة المرء جمعها رجال فالمفرد ليس من اللفظ كلمة الغافل مضادها اليقز نعم كاتبة هذا النص أبنائي هو هي الخنساء أم ابن ساعدة أم أمامة بنت الحارس أم النابغة الزبياني كاتب هذا النص أبنائي العزاء هي أمامة بنت الحارس سؤال آخر أبنائي بما عللت الأم وصيتها لابنتها أو من الممكن أبنائي أن يكون السؤال بمعنى أو بصيغة أخرى ما الهدف من هذه الوصية عللت الأم هذه الوصية بأن الوصية الهدف منها التذكرة للغافل ومعونة للعاقل فأرادت الأم بهذه الوصية أن تخبر ابنتها وتبين لها السبب من هذه الوصية فعند الإجابة على بما عللت الأم وصيتها للابنة نقول أنها أرادت أن توضح لها أن الوصية هي تذكرة للغافل ومعونة للعاقل سؤال آخر أبنائي تظهر لنا الوصية ملامح شخصية الأم اذكرها كما وضحنا في التعليق العام أبناء العزاء وقلنا أن ملامح شخصية الأم هي إنسانة مجربة حكيمة خبيرة بشؤون المنزل تعرف دور المرأة في المجتمع تهتم بأسرتها محبة لابنتها وزوجها مسقفة فصيحة غنية بارعة في استخدام الصور والأخيلة ننتقل أبنائي إلى سؤال آخر أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تعرفيه فاحفظي له خصالا عشرا يكن لك زخرا السؤال الأول أبنائي هات مرادف كلمة خلفت خلفت أبنائي بمعنى تركت وجمع كلمة الجو نعم هي الأجواء ومضاد تألفيه تألفيه أبنائي بمعنى أي تتعودي علي ومضادها تجهليه في هذه الفقرة أبنائي نجد أكثر من محسن بديعي نذكر من هذه المحسنات أولا نذكر السجع حيث أرادت أمامة بنت الحارس في هذه الفقرة أن توضح هذه الجزئية بما فيها من سجع فنجد السجع فيه فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت فبين كلمة خرجتي ودرجتي بينهما سجع كذلك أبنائي بين كلمة خرجتي ودرجتي نجد بينهما جناس ناقص أي تشابه في اللفظين مع اختلاف في بعض الحروف وهذا التشابه أبنائي يؤدي إلى إحداث جرسا موسيقيا لو أردنا أبنائي أن نشرح هذه الفقرة لقلنا أن أمامة لا زالت تمهد لابنتها وتوضح لها لكي تقبل هذه الوصايا فقد أردت أن توضح لها أنها على مقربة من أنها تترك بيت أبيها الذي عاشت وخطط فيه خطواتها الأولى إلى بيت زوجها الذي سيكون بمسابة الوكر والمكان المستقر لها وهي بذلك سوف تنتقل إلى مكان لم تعرفه وإلى صاحب لم تتعود وتعتاد عليه فيه فيجب عليها أن تحفظ هذه الوصايا العشق لكي يكون لها زوجها زخرا لها في المستقبل بكده أبناء العزاء نكون قد أتممنا نص وصية أم لإبنتها وقد أكملنا هذا النص وأجبنا على بعض الأسئلة الواردة في الكتاب المدرسي عليه ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى درس من دروس النحو وهو الجملة الإسمية لو نظرنا أبنائي إلى الجملة الإسمية لو وجدنا أبنائي أن الجملة الإسمية هي نوع من الجملتين فالجملة نوعان إما جملة إسمية أو جملة فعلية والجملة الإسمية هي التي يدور عليها أو يدور حولها الدروس في هذا الترم أو في هذا النص الدراسي الجملة الإسمية أبنائي لها مكونات تتكون الجملة الإسمية من روكنين أساسيين هما المبتدى والخبر سوف نتعرف على المبتدى وما هو المبتدى والخبر كذلك وأنواع الخبر الذي يأتي في الجملة الاسمية فلو أردنا أن نتحدث أبنائي عن الجملة الاسمية لقلنا أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وليس المقصود بكلمة اسم شخص فقط ولكن أي اسم وقد وضعنا أن الاسم هو يكون اسم إنسان أو اسم حيوان أو نبات أو صفة من الصفات وتتكون الجملة الاسمية أبنائي من روكنين أساسيين هما المبتدأ والخبر فلو أردنا أن نوضح ذلك بمثال لقلنا العلم نور فالعلم أبنائي اسم بدأت به الجملة فهو مبتدأ أردنا أن نتحدث عن العلم فقلنا عنه أنه نور فكلمة نور أتمت مع المبتدأ معنى وفائدة فتعرب كلمة نور خبر لهذا المبتدأ فالمبتدأ أبنائي هو اسم مرفوع وهو المتحدث عنه وغالبا ما يقع في أول الكلام ويكون المبتدأ مرفوعا دائما الخبر أبنائي وهو المتحدث به أي الذي يتم مع المبتدأ جملة مفيدة أي يتم مع المبتدأ معنى ويكون أيضا مرفوعا فالمبتدأ والخبر أبنائي مرفوعا دائما المبتدأ أبنائي فلو قلنا الصدق خلق جميل الصدق أبنائي هو المتحدث عنه هنا وكلمة خلق أتمت مع الصدق معنى وفائدة فهو المتحدث به وهو الخبر والمبتدأ والخبر مرفوعا دائما وإن اختلفت علامة غفع في كل منهما أي من الممكن أن تكون العلامة أصلية أي يرفعان بالضمة ومن الممكن أن يكون علامة غفع فرعية فيرفعان بالألف إذا كان مسنة ومن الممكن أن يرفع المبتدأ والخبر بألواو إذا كانوا جمع مذكر سالم أو اسما من الأسماء الخمسة سنوضح ذلك بالأمثلة التي سوف تأتي بعد ذلك ولكن أردنا أن نقول أن المبتدأ من الممكن أن يتعدد خبره فمن الممكن أن يأتي لمبتدأ واحد العديد من الأخبار عنه فيكون خبر أول وخبر ثاني وثالث إلى ما لا نهاية إن أردت أن تضع أخبارا لذلك المتحدث عنه فنقول مثلا أبنائي الصادقون محترمون محبوبون يرضى عنهم ربه لو نظرنا يا ابنائي لو وجدنا أن المبتدأ الصادقون وأردنا أن نخبر عن هؤلاء الصادقون فقلنا محترمون هذا الخبر الأول محبوبون الخبر الثاني يرضى عنهم ربهم الخبر الثالث فمن الممكن أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد مثل ما نقول شوقي شاعر وأديب ورجل عظيم يقول الشاعر إلى آخره من الأخبار عن المبتدأ الواحد فمن الممكن أن يأتي الخبر متعدد في الجملة لمبتدأ واحد تعالوا نتعرف أبنائي العزاء على أنواع الخبر الخبر أبنائي ثلاث أنواع مفرد والجملة وشبه جملة الخبر المفرد أبنائي هو مفرد النوع وليس عدد أي أنه ليس جملة ولا شبه جملة ومن الممكن أن يأتي مسنة فمثلا عندما نقول الطالبان نشيطان الطالبان مبتدأ نشيطان خبر مبتدأ ولو نظرنا إلى كلمة نشيطان أبنائي لوجدنا أن كلمة نشيطان خبر مفرد تقول نشيطان مسنة أقول لك أن عدده مسنة ولكن نوعه خبر مفرد أي كلمة واحدة أي أنه ليس جملة ولا شبه جملة فالخبر المفرد أبنائي هو الخبر الذي يدل على أنه إفراد نوع وليس إفراد عدد سنأتي أبنائي العزاء بالخبر المفرد ونريد أن نوضح أن الخبر المفرد يكون خبرا ليس بجملة ولا شبه جملة مثال ذلك الصدق خلق جميل الصدق أبنائي مبتدأ مرفوع بالضمة وخلق خبر المبتدأ مرفوع بالضمة وجميل نعت مرفوع بالضمة التلميزان مجتهدان مجتهدان خبر مفرد مرفوع بالألف لأنه مسنة المجتهدات ناجحات خبر مفرد مرفوع بالضمة لأنه جمع سالم المدرسون حاضرون خبر مفرد مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم أبوك كريم كريم خبر مفرد مرفوع بالضمة لأنه مفرد وكذلك الخبر الجملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية فنقول الطالب أخلاقه عظيمة أخلاقه عظيمة خبر جملة اسمية مكونة من مبتدع وخبر والجملة الاسمية في محل رفع كذلك عندما نقول الحديقة أظهرها ناظرة أظهرها ناظرة خبر جملة اسمية وفي الخبر الجملة الاسمية نجد الضمير الذي يربط المبتدع بالخبر الجملة وهو الهاء في كلمة أخلاقه وأظهرها الهاء كذلك وهو في محل رفع خبر المبتدع بعد أن تعرب الجملة مبتدع إنسان مرفوع بالضمة والهاء ضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه وناظرة خبر مرفوع بالضمة خبر المبتدع الثاني والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدع الأول الحر يشتد صيفا خبر جملة فعلية القمر ينير ليلا خبر جملة فعلية يشتد وينير خبر جملة فعلية في محل رفع يشتد الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحر ينير الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على القمر والخبر شبه الجملة نجد أنه حرف جر واسم مجرور في الخير في الإسلام والنظافة من الإيمان والتدريب صباحا والحارس أمام المصنع ظرف ومضاف إليه بكده يا ابنائي نكون قد وضحنا الجملة الإسمية وأنواع الخبر فيها ومعنى المبتدأ والخبر على موعد مبلقاء آخر نبين فيه الجملة الإسمية عند اتصالها أو عند تقدمها بالأفعال الناسخة والحروف الناسخة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته